خبر مقتل صحفي وإصابة ثلاثة آخرين باستهداف مباشر لطاقم إعلامي قد يمثل فاجعة كبيرة ولكنه بالنسبة لميليشيا لا تملك غير الموت مشروعا بات سلوكا اعتياديا فبمقتل الصحفي محمد اليمني يرتفع عدد ضحايا الصحفيين والمعاونين إلى 13 وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود وبحسب نفس المصدر تصنف الجماعة كثاني أخطر جماعة على الصحفيين لاختطافها ما يزيد عن 13 صحفيا وإعلاميا وتعريض حياة العشرات للخطر والملاحقة لن نحاول على الإطلاق أن نضع قيود على الإعلام مهما كان الإعلام يبقى حر الإعلام يمارس مهنية العالية لكن بشرط واحد هو حماية القضايا الوطنية هكذا تحاول الجماعة تضليل وتبرير جرائمها في يوم الإعلام اليمني الذي حضرت فيه هي وأدواتها وغابت الحقيقة والصوت الآخر عن الصورة ففي هذا الشهر من العام الماضي ارتكبت الميليشيا مجزرة أعلامية بحق 35 وسيلة أعلامية محلية ودولية منها قنوات فضائية وصحف ومواقع إلكترونية حادثة تبضي وأخرى تأتي تثبت فيها الميليشيا أن حربها على الحقيقة وناقليها يمثل أولوية تكرس جهودها للقضاء عليها